اشتركوا في القناة مما أسهم في استقطاب العلماء بمختلف العلوم كالأدب والشعر والفلك والشريعة وعلم المواقل والفرائض والحساب لتصبح الزبارة مركز إشعاع فكري وثقافي بعد أن توافد إليها العلماء من الأحساء ونجد والحجاز والزبير والبصرة وغيرها من الأمصار كما أسس آل خليفة المدارس ودعموا طلبة العلم إذ أوقف الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة على مدرسة في الزبارة مجموعة كتب علمية موسيقى موسيقى عالى الفقيه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي موسيقى وشهدت الزبارة غزارة في الإنتاج العلمي لكوكبة من العلماء الأعلام إذ كتب فيها أول تقويم خلاكي في تاريخ شبه جزيرة قطر على يد العلامة السيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي المالكي موسيقى موسيقى وأطلق عليه رزنامة الزبارة موسيقى لتعدى بذلك أقدم وثيقة محلية علمية تؤكد استكمال عملية التعمير في عهد الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة بعد عهد والده المؤسس الشيخ محمد بن خليفة الكبير موسيقى واستمرت الحركة العلمية في مختلف عهود حكام البلاد موسيقى موسيقى وفي عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها استمر العلماء في نتاجهم العلمي المتعدد والذي من بينه تقويم فلكي موحد بين الزبارة والبحرين باعتبارهما وحدة سياسية متكاملة موسيقى موسيقى وقد دونها السيد محمود ابن العلامة السيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي موسيقى كما اعتنى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها بالأدباء والشعراء وكان متذوقا للشعر النبطي فازدهر في عهده بجزر البحرين وإقليم الزبارة موسيقى وقد كان الشاعر لحدان بن صباح الكبيسي من أبرز شعراء الإقليم والذي اشتهر بقصائده الوطنية والحماسية من أشهرها تلك التي رثى بها حاكم البلاد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 وامتدح فيها صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عيسى عيسى عسى ربه لروحه يثيبي ويخلد في أعلى الفراديس بجنان عقبه عقبه فلا ظني يضيع الغريبي يكفيه من والاه من لاد سلمان إلى مضى طيب تقفاه طيبي وان مات سلطان مبقى نسل سلطان حمد حمد كريم النفس عز القريبي شيخ خرقه في شامخ العز مابان مابان اشتركوا في القناة